الزمالك والمقاولون العرب وفيها انتهى هذا اللقاء لصالح الزمالك بهدفين دون مقابل لمحات الفنية لهذا اللقاء تامري بتفضل عاوزهم يعرضوا على طول الصور علشان هي الحالات متكررة جدا وهي بتتعرض هشرح لك ايه وجهة النظر وجهة النظر يا بريم ان الاطراف نادي الزمالك زي ما هي قوة في النواحي الهجومية هي نقطة ضعف خطيرة جدا في النواحي الدفاعية وهوريلك ان الراجل وهراهنك كمان في رهنج قادم بس هشرح لك الاول ايه وجهة النظر طب يلا تصدر وجهة النظر يا بريم ان في الطرف الشمال عدم نزول زيزو طبعا حسن الشامي الراجل اللي عنده 37 سنة فتح جابها من نار هو وحمد داودة على الطرف اليمين بتاع نادي الزمالك اللي فيه حازم امام وزيزو المشهد ده تكرر كتير جدا تفوج دويدار وحسن الشامي في الطرف اليمين على الطرف المقولين الشمال على الطرف اليمين بتاع الزمالك هنا طبعا دي هجم خطر للزمالك في الطرف اليمين اللي فيها زيزو وحسن وحازم امام هنا بقى عايزة واقفة شباب اولا مين اللي عمل الكروسي ابراهيم زيزو برافو ومين اللي راح مكمل في نص الملعب حازم امام الكرة اطعت هنمشي يا شباب بعد كده نمشي بالسرعة العادية شيكبالا حاول يعطل اللعب وطريق حامد جيه عشان يفسد الهجمة مع داودة افلوا وعملوا ترن محمد مجلي اعتقد لف الشيكة وحطها في ظهر حازم امام عمياني سيف الدين الجزيري راح بس طعف هنا شباب مين اللي جيه ودرب طريق حامد بسرعته ودخلوا في منتهى الخطورة لو سيف الدين الجزيري حطها له على الارض اللي جيه من وره داودة خلاص هنمشي سيف كرر انه اشتغل فردي عطل الهجمة وقتل عنصر المفاجأة عطل الهجمة اكتر واكتر استخلص عبدالغاني او عطل الهجمة نوعا ما وقرر برضو يشتغل فردي وسدد برجله الشمال لكن مش مصبوطة اللي بعده يا شباب عشان بس هسبتلك ان هي مش وليدة اللحظة وهاسبتلك بقى عايز تقول انه فيه نقطة ضعف في الجبهة اليومنا عند نادي الزمالك في النواحي الدفاعية لان الاتنين يلقم هجومية جدا ادي حازم حط ودي زيزو في الطرف اليمين شيكبالة شيكبالة اتأخر عليها شوية وحب يشتغل فردي وسط اتنين اتقطع بص وقف بقى هنا لقى يرجع شوية وقف بس شيكبالة بيعترض على اللايمان بس وقف يا شباب اللي جوه هناك دازيزو عفوا اللي على الخط دازيزو واللي دخل لجوه حازم امام نمشي بالصورة نمشي بالصورة عادي بص الشامي قطع وجزاد بقى هو وداود وقفوا يا شباب بص الاتنين اللي قدام داودة واللي ورا حسن الشامي مين اللي بيحاول يفسد الهجمة ويغطي ظهرهم طارق حامد اللي متبهد يعني في الملعب وغطي على الورا الناس كلها هيقفل على مين ولا مين واقفل على اتنين اتحطت طبعا مش قادر يقابل الراجل داودة بالزبط داودة اشتغل الكرة في منتهى الخطورة له لانه وطبعا وحش طبعا وحش طبعا في نص الملعب قايم بالدور لوحده المشهد طبعا المتكرر اتقطعت من حسن الشامي اللي عنده سبعة وتلاتين سنة وبضرب له تعظيم سلام قطع الكرة بس اقف بص راح فين يا ابراهيم وسبق زيزو اللي لسه عند نص الملعب امشي يا شباب مش بالسن يعني الكرة بالعطاء ولا طبعا امشي من محمد مجلي لداودة حطها لسيف سيف اشتغل فردي وسط اتنين او تلاتة عمل ترن خدمته شوية راح لابراهيم صلاح ياما المجلي داودة فوتها لحسن الشامي حسن الشامي عمل كروز في منتهى الخطورة عند دا اعتقد طيب علشان ما نكررش نفس الحالات اذا لا دا نادي زي ملك ازمة في المسألة الدفاعية ناحية حزم امام حلها ايه بص بقى الاخر حالة عشان اقولك الحال اوقف هنا بقى يا شباب هنا دا كان مين اللي دا الراجل دا دا حميد احداد ومين اللي جي هنا في الطرف الشمالي ابراهيم زيزو ومين كمان اللي جي معاهم بن شرقي يعني التلاتة جم هنا التلاتة اللي بلعبوا اللي هم ورا مصطفى التلاتة الجمعوا في الطرف الشمال يعني عروا هناك قدام حزم امام بص كده هناك مفيش ولا لعيب ابيض امشي كده بص الصورة انتهت ازاي عشان دي الحالة معبرة جدا ادي زيزو وبن شرقي قدامه وجايله احداد حط البن شرقي طويت اوقف بقى هنا يا شباب مين اللي قطع الكرة حط عينك محمد عصام الراجل رقم تلاتة وعشرين ضغط على بن شرقي وخلصها برجل الشمال امشوا يا شباب حط عينك على محمد عصام ضعب سريع اهو مين اللي زاد هناك حسن الشامل امشي حط عينك على محمد بس اوقف هنا يا شباب ليه حط عينك على محمد عصام لان طارق حامد في كل مرة ابراهيم ازعالي ليه انا حط عيني على محمد عصام والله مش فاهم يعني يعني انت ايه افضل حط عينك على ما هو علشان طارق حامد لما بيحاول يركز في افساد الهجمة عشان ما تتعملش في دهر زيزو او حزم امام طبيعي لانه مش بيميت عين هو راحي هناك فمين اللي بيتضرب عمق الملعب عشان كده محمد عصام جاي منه عمق الملعب مش مترائب نهائيا نكمل اتحطت في الطرف الشمال الراجل اشتغل بيها فردي وحط هيعمل تيرن برضو اللعبة المتكررة حط الحسن الشامي وهي على رأس محمد عصام نقف يا شباب الكرة دي جول مليون في المية الكرة دي جول وهي على رأسه لو واحد بلعب بدماغه كويس جول مليون في المية حتى لو سبها هتروح لرقم عشرين عشرين الراجل هيجيب جول مليون في المية ماشي الكلام فإذا طيب حلها ايه بقى وده اللي انا هقول لك علي اه هقول لك الحل الدين دي بقى روح لعزه بعدين ارجع لحلها عشان يبقى مرتبطة بيها وهدي الوقت بسرعة بص بقى التغيير بص اللي عمله باتشيكو بسرعة يا شباب التغيير اللي عمله التغيير السحر اللي منه جيت نظري هو اسلام جابر طب اسلام جابر نازل مكان احداد هل هيلعب مكان احداد لا بس هوقف بقى هنا يا شباب بص كده اللي اربعة اللي في الخط الخلفي اللي في نص الدائرة اللي ناحية اليمين ده طارق حامد والزمالك حولها لتلاتة في نص الملعب فرجاني ساسي نص ملعب ناحية اليمين اسلام جابر نص ملعب ناحية الشمال وهشتغل باطراف اتنين فقط لغير زيزه في الطرف الشمال او ايا كان ما بيثبتوش زيزه في الطرف اليمين وبينشارق في الطرف الشمال او بيعكسه وراس حربة وحيد هو مصطفى محمد يعني الزمالك حول طريقة اللعب الاربعة تلاتة اتنين واحد نمشي بقى كده بص الدنيا اتزبطت ازاي ادي فرجاني ساسي اللي رفع ايده طيب اوه اوه معلش يا شباب والكورة في الهواء اوه في اخر مرة ادي التمركس ارجع كمان عشان اوري بس برايم التمركس بس ادي مصطفى محمد راس حربة قدام في الطرف الشمال بن شرقي هناك زيزه الاتنين اللي جوه يعتبر جوه الدايرة في نص ملعب المقاولين فرجاني ساسي اللي ورا الحكم واسلام جابر هنا وراهم راس مسلس لطارق حامد امشي بقى بسرعة فاضلي حالتين في النواحة الدفاعية ادي طارق حامد بيشترك براسه فرجاني ساسي راح يقفل الايه الطرف الايه اليمين عشان بص ربط مع مين ادي زيزه فرجاني ساسي تلتة بيربطوا في الطرف اليمين حازم وفرجاني ساسي وزيزه طيب هيجوا في الطرف الشمال خلاص دي دي اعلاق صلى اللي اشفع فيك صلى اللي اشفع فيك انت كفيرة هون عشان بس اسلام اسلام جابر ام بدور غير طبيعي هورغولك دلوقتي اه هناك كورة خلاص ادي الزميلة عز كل زميلة عز ايه ده انتش هفضت الوقت من زميلة عز لا والله عادي اسلام جابر اه لفتوح طيب لما زاد فتوح مين وقف غطى ضهره اسلام جابر اسلام جابر اللي معاك كورة عشان بنشرقي وايه وفتوح ربطوا تاني في الحالة الهجومية طيب خسروها اهي خسروها تاني هتبص مين اللي راجع ينقذ انفراض محقق للمقاولين هنا مصطفى ادي بن شرقي و ادي مين اسلام جابر طيب ادي فتوح راح اهي روح فتوح يبا هو الرجل علشان يسد الصغرات فتوح بص مين اللي هينقذ الانفراض ماشي خلاص يا تام على النعم خلاص واضحة اهي ماشي واللي بعديها اتأجلت وبعديها الاهلي طيب انا بقول لك الزمالك هيبدأ باللي انتهى عليه في مباراة المقاولين الزمالك مباراة بيرامدز والاهلي هيلعب بتلاتة في نص الملعب افتكر الكلمة دي في ظل عدم جهازية اوباما هم التلاتة دول هيبقى راس محمد الزمالك هبقى عنده دورة عبطال افريق خبارك ماشي موتشل جاي بيرامدز بعدين دورة عبطال افريق صح كده اه مصبوط وبعد كده الاهلي انت بتتكلم بموتش جاي بيرامدز هيلعب بالتشكيلة انت بتلاتة في نص الملعب هيلعب بيرامدز بتلاتة في نص الملعب هتشوف تعلق على كام اللي انت عاوز لا يعني يا را يلا هم ده التشكيلة هيلعب بيه في موتش بيرامدز ماشي مصطفى محمد فرود وابن شارق وزيزو وتلاتة في نص الملعب طارق حامد فرجاني ساسي واسلام جامل كلا ما اكتلعها غلط بعشوة انا ورجل الطيب ده مش انت هو وعز بس اه والناس الغلابة دي انت ايه في ايه